الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدر وأحاط بكل شيء خير وأسبل على خلقه بلطفه رحمة وستر وبعث رسوله وكمل وصفه لينا وبرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أبر الناس قلبا وأصدقهم لهجة وأقربهم رحما بعثه الله بالرفق واللين والتيسير في جميع أمور المسلمين أما بعد أيها الأحبة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة فرفق بهم أو شق عليهم وعندما نسمع هذا الحديث ينصرف الذهن إلى تولي أمور المسلمين العامة فقط وهذا فهم قاصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا معناه أي شيء وشيئا نكرة في سياق الشرط وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم فصاحب العائلة قد تولى أمر عائلته ومدير المدرسة قد تولى أمر المدرسة والإمام تولى أمر المسجد وصاحب المؤسسة تولى أمر مؤسسته وعميد الكلية تولى أمر طلبته ومدير المصنع تولى أمر الموظفين وشيخ العشيرة تولى أمر قبيلته والقائم مقام تولى أمر مدينته وموظف تقف المعاملة عنده وبحاجة لتوقيعه تولى أمر المسلمين كل هذه الأصناف لها هذا الحكم وهكذا جميع أمور ومفاصل الحياة التي يتولى فيها بعض المتصدرين لأمور المسلمين ويتقاتلون على ذلك بشكل ليس له مثيل ويظن هؤلاء أنهم بمأمن من دعوات الناس المظلومين بل بمأمن من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يشقون على الناس أنا أذكر هنا زميل لي في الدراسة توفاه الله قريبا تأخر تسجيله للدكتوراء بسبب تعامل مشرفه القاسي عليه حيث كان مشرفه رئيس الجامعة يأتي زميل هذا رحمه الله ويجلس عند السكرتارية أملا أن يقابله المشرف وبقي أكثر من عشرين يوما في إحدى المرات ينتظر توقيعا منه فقط هذا الطالب المسكين يجلس من الصباح الباكر من أول الدوام من الساعة الثامنة إلى آخر الدوام ويخرج الدكتور رئيس الجامعة ولا يقابل طالبه ولا يسلم عليه ويراه واقفا له لأن الطالب عندما يخرج أستاذه يقوم له احتراما ومع هذا لا يسلم عليه ولا يستقبله ومن شدة قلق الطالب وتأخره تساقط شعر رأسه رحمه الله لأنه مطالب بإكمال الدراسة وأهله ينتظرون وما إلى ذلك أليس هذا من المشقة على المسلمين اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ثقوا بالله أننا عندما نسمع هذا الكلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتز بهذا الدين الحنيف دين حفظ لي كرامتي وعزتي وحياتي نبي ينهاني أن أشق على المسلمين ويدعو على من يريد أن يشتت حال المسلمين وأن يتعبهم لا لشيء فقط لمزاجه ورغباته والله يا أخوة لو خرجنا من رمضان هذا العام بهذا الحديث وجعلناه عنوانا لتعاملنا مع الناس لكفان ذلك ولحلت السعادة في ديارنا وأهلينا ولعشنا بأمان وسعادة لا يعلمها إلا الله احفظوا هذه الدعوة واحفظوا هذا الحديث وذكروا بها أصحاب الكبرياء والعظمة ولا مانع أن تكتبوا هذه الدعوة في رسالة وتضعوها على مكتبه اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به وهنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة له فقال أمتي تكريما لها واعتزازا بها ماذا تقول لو جئت يوم القيامة وقد شكاك إلى الله من أهنته وأظهرت مكانة المنصب عليه أنا أخاطب الآن كل أصحابي الأمور وكل من يتولى أمور المسلمين بكل المناصب وفي كل مفاصل الحياة ماذا تقول أمام الخالق وأمام الخلائق وقد شكاك من أوقفته عند بابك وهو بحاجة إلى توقيع لتسير أموره ويظن بعض الناس أن الرفق معناه أن تأتي للناس على ما يشتهون وعلى ما يريدون وليس الأمر كذلك بل الرفق أن تسير بالناس بحسن أمر الله ورسوله وأن تسلك أقرب الطرق وأرفقها بالناس وأن لا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإن شققت عليهم في شيء ليس من الإسلام فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث وهو الدعاء أن يشق الله عليك والعياذ بالله وهذا حديث لكل متكبر بمنصب ولكل متهاون بأمور المسلمين ولكل خائن لحياتهم ولكل خائن لمطعمهم ولمشربهم ولمن يستورد الأدوية الفاسدة والطعام الفاسد ليبيعه على الناس ويكسب الأموال والأمثلة من حياتنا كثيرة في هذا المجال فهؤلاء قد دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أما كيف يشق الله على الذين يشقون على أمة نبيه؟ يشق الله عليه إما بآفات في بدنه أو في قلبه أو في صدره أو في أهله أو في حياته فيعيش بظنك ويموت بفجأة إلى غير ذلك من المشقات لأن الدعوة أطلقت فاشقق عليه بأي شيء يكون ربما لا تظهر للناس هذه المشقة وقد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانا فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة إلا حرم الله عليه الجنة فارفقوا عباد الله بالناس وتعهدوا أمرهم وحياتهم وارحموهم واحذروا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة